في جنازة مهيبة شيع أهالي بورسعيد جنازة الفدائية زينب الكفراوي إحدى أبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956 والتي وفتها المنية مساء أمس بعد صراعا مع المرض هذا وتعد زينب الكفراوي إحدى فدائيات مدينة بورسعيد الباسلة وأبطالها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد البطلة زينب الكفراوي مؤكدا أنها ستظل مصدر فخر وعز لمصر بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال فهي مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر وأشار إلى أن ما قدمته الفدائية البطلة زينب الكفراوي من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثي برفقة أبطال وفدائي المدينة سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب في سجل البطولات والتضحيات التي تتناقلها الأجيال بكل فخر وعزة